اشتركوا في القناة وعشرين شركة جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة خلال الأسبوع الماضي بإجمال رؤوس أموال تتجاوز 581 ألف دينار وقد أوضحت بيانات سجلات أنه تم تسجيل 116 سجلا نشطا دون ترخيص وخمس شركات نشطة ومن أبرز الشركات المسجلة شركة الخليج للمناولة التابعة لشركة طيران الخليج القابضة والتي تنشط في مجال مكاتب التخليص الجمركي برأس مال يبلغ 20 ألف دينار وبحسب بيانات سجلات فإن الشركة لا تزال في طور استكمال الحصول على الترخيص اللازمة لمزاولة النشاط من قبل شؤون الجماركي وشؤون البلديات كما تم تسجيل خمس شركات برأس مال 66 ألف دينار منها ثلاث شركات برأس مال 20 ألف دينار لكل شركة منها في خبر آخر أظهر تقرير جديد لهيئة تنظيم الاتصالات عن تحسن في أداء بيانات الهواتف المتنقلة للجيل الرابع وذلك في الفترة من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الجاري 2017 وقد بيّن تقرير حول جودة خدمات النطاق العريض البرودباند للنصف الأول من العام الجاري بيّن أن متوسط سرعة خدمات البرودباند ازداد إلى 23 ميجابايت في الثانية في الربع الثاني من العام بعدما كان يبلغ متوسط سرعة هذه الخدمات 16 ميجابايت في الثانية في الربع الأول من نفس العام هذا وقد بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات لبقات النطاق العريض الثابتة للقطاع السكني 6.5 ميجابايت في الثانية حيث ظل هذا المتوسط دون تغيير بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري شهدت السوق المحلية مشاهدين انخفاضا ملحوظا في أسعار العديد من الخضار والفواكه بنسبة بلغت 40% مدعومة بانتعاش المعروض على حساب الطلب مع تحول الحركة التجارية من قطر إلى البحرين بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحات الإرهاب التفاصيل في تقرير زميل محمد الجيوسي أكثر من شهرين مرت على أزمة قطر وما تزال الدوحة تعاني الأمرين من المقاطعة العربية والتي كلفتها شحا في السلع الغذائية وارتفاعا في أسعارها الأمر الذي كبدها خسائر بمليارات الدولارات يقابل ذلك كله معروض يفوق معدلات الطلب من الأغذية في السوق المحلي بفضل توجه بوصلة الحركة التجارية الإقليمية نحو البحرين وضع السوق عامة يعني الحين عندنا كميات بضاعة يعني تنزل في البحرين ما شاء الله خلال هاي شهرين عقوب الأزمة اللي صارت مع دولة قطر ومعظم التجار مثل في الأردن وفي مصر وفي السعودية البضاعة اللي قاعدت تروح على قطر فتحولت إلى البحرين فهي الأسباب من كميات زايد اللي صارت صارت في صالح اللي هو المواطن والمستهلك يعني كميات اللي نزلت انخفاض في نسبة الأسعار في بعض الأسعار 30% في بعض وبضايا 40% فما شاء الله يعني تقارير الأحصاء والجمارق اللي دش البحرين بالنسبة لجزر ملك فهد وميناء خليفة بن سلمان كميات زادت ثمانمائة طن مما لذ وطاب من خضار وفواكه حصيلة ما يدخل عبر جميع منافذ البحرين الرئيسية على أساس يومي ومن مختلف بلدان المنشأ المجاورة وغير المجاورة ليجعل المستهلكين في المملكة أمام خيارات لا حصر لها من المنتجات الغذائية الوفيرة وبأسعار أرخص بكثير من دول المنطقة أبرز الصلاع هم منتوجات الأردنية منتوجات المصرية ومنتوجات من المملكة العربية السعودية وعندنا بعد من الهند وباكستان هاي المبجوات بس المبجوات الأصلية البضاعة الاستهلاك اليومي هذا اللي زادت فيه بالذات بالنسبة للبنان لسوريا وللأردن هذه الكميات اللي جاءت إلى زيادة ومصر فهذه الكميات اللي زادت هاي سبب انخفاض الأسعار يعني فيها بطاطا عندنا البصل عندنا كافة أنواع البطيخ والشمامات وعندنا كافة أنواع الخضار والفواكه الصيفية اقتصاد قطر يختنق منذ فترة طويلة فاعتمادها على وارداتها الغذائية من البحرين والسعودية والإمارات بنسبة 90% انعكس عليها سلبا وبمعدلات لسابقة لها دون أن تجد بدائل ناجعة لورطتها الكبيرة تركة المجال لأشقائها في تعظيم تجارتهم البينية وأمنهم الغذائي في محيطهم الخليجي والمشاهدين نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لبداية تعقداته هذا الأسبوع وكما نلاحظ على الشاشة معظم البورصات الخليجية أغلقت في المنطقة الحمراء السوق المالية السعودية أغلقت بانخفاض نسبته 0.23% عند مستوى 7148 نقطة وتصدر انخفاض قطاعي البنوك والعقارات بورصة الكويت التي كانت الوحيدة أغلقت على ارتفاع بنسبة طفيفة جدا 0.02% عند مستوى 6846 نقطة مدعوما بنشاط أسهم قطاعي الاتصالات وأيضا الخدمات المالية سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفض أو تراجع بنسبة 1.10% عند مستوى 4500 نقطة وذلك كان بتأثير من نشاط أو تراجع نشاط أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات فيما سجل سوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 0.68% أو 86% عند مستوى 3615 نقطة ويعود سبب الانخفاض لضعف التداول على الأسهم المدرجة في قطاع العقارات والإنشاء الهندسية التي تعول عليها كثيرا سوق دبي المالي سوق مسقط الأوراق المالية أيضا تراجع بنسبة تقارب نصف نقطة مئوية عند مستوى 4969 نقطة بسبب تراجع التداول على أسهم قطاعي الخدمات وأيضا الاتصالات برصة البحرية المشاهدين أغلقت بنسبة طفيفة جدا 0.11% عند مستوى 1322 نقطة وذلك عائد انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وخمسمائة وسهم واحد بقيمة إجمالية تجاوزت 575 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 40% من القيمة الإجمالية للأسهم أعلنت وزارة المالية السعودية بلغة إجمالي الإرادات للربع الثاني من سنة المالية 2017 أكثر من 164 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% عن الربع المماثل من العام الماضي ووضح مساعد وزير المالية للشؤون الفنية خلال مؤتمر صحفي أن إجمالية المصرفات خلال الربع الثاني تجاوز 210 مليارات ريال مسجلة انخفاضا بنسبة 1.3% كما بلغت الإرادات النفطية خلال الربع الثاني أكثر من 101 مليار ريال بنسبة النمو بلغت 28% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي في حين تجاوزت الإرادات غير النفطية 63 مليار ريال في الإمارات بلغ حجم صندوق الثروة السيادية في الدولة جهاز أبوظبي للاستثمار 828 مليار دولار في حين أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حلت في المرتبة 11 عشرة عالميا بقيمة أصوله بلغت 220 مليار دولار كما حلت الكويت في المرتبة الثانية عربيا والربعة عالميا إذ بلغ حجم جهاز الكويت للاستثمار 524 مليار دولار وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا إذ بلغ صندوق الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 514 مليار دولار فيما احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المركز الثاني عشر عالميا بأصول بلغت قيمتها 128 مليار دولار في السياق ذاته أعلن بنك الكويت المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المحلي ارتفع بنسبة 2.5% في سنة 2016 مقارنة بـ 1.8% في العام الذي قبله 2015 وقال يوسف الهاشي المحافظ بنك الكويت المركزي إن التقرير تناول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2016 إذ أشارت التقديرات إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 3.2% مقابل نحو 3.3% خلال عام 2015 ترجمة نانسي قنقر